الامر المستغرب اللي وصلنا من السعودية من وفد فريق نادي الشرطة ومن مصدر لبرنامج ستوديو الجماهير يعني هذه الحالة دائما احنا نعاني منها مع السفارات العراقية اللي بالدول اغلبها ما اقول كلها اغلبها لا تعرف قيمة الرياضة بل احيانا تكون طلباتها غريبة هذا ما حصل مع السفارة العراقية في السعودية احنا مباراتنا وين؟ في ابها لفريق الشرطة السفارة العراقية اللي بالسعودية بدل ان يوفرون الدعم لفريق الشرطة بدل ان يكونون هما سند لفريق الشرطة اش يردون من الادارة؟ يبلغون الادارة بانه يردون تكتات طائرة ويردون حجوزات واطعام وكلش يردون من ادارة نادي الشرطة توفر لهم حتى يحضرون الى مباراة الشرطة مع فريق النصر السعودي واني لو عضوا بادارة الشرطة اقولهم رحم الله والديكم لا احنا محتاجيكم وانتوا اصلا مو مشجعين لان انت راح تجي تقعد على الكرسي تحط الرجل على الرجل يا اما السفيرة يا اما اعضاء السفارة ما راح تقدموا لشي انا محتاج مشجعين في هذه المباراة مو محتاج متفرجين فاقعد بمكانك وبارك الله بيك هاي بدل ان انت تبادر بدل ان انت تكونوا ياي في هذه المباراة لكل العراقيين ينتظروها وما تختلف عن اي مباراة لمنتخبنا الوطني بالمتابعة والترقب تجي تفرض علي والله او تطلب مني اوفر لك تكتات طائرة اوفر لك فندق وطعام واسكان انت محتاج انت كسفارة محتاج الله يعلم مش قد ميزانيتكم كسفارة من الخارجية هذا الكلام ايضا الى وزارة الخارجية للتأكد منه يعني مدى صحة هذا الموضوع خلي سئلون وفد نادي الشرطة هل من المنطقي والمعقوز سفارة المفروض تكون داعمة لوجستيا للفريق تطلب منه طلبات بين قوسين اقل ما يقال عنها بانها سخيفة ورخيصة وموقتها